السلام عليكم كيف الاحوال تمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير مرحبا بكم مرة اخرى على القناة ديالي مع وصفة جديدة الوصفة ديال اليوم هي البسبوسة وخاناكا نسميها كيكا ديال سميد كتر ما هي بسبوسة شينهاري ان شاء الله نشارك معكم بسبوسة الشرقية الحقيقية هنا بالنسبة للمقادير وخاهد الكيكا بسميد كتجيزوينة بزاف ومسقيات تقريبا بحلها بحل البسبوسة هنا عندي ربعات ديال البيضات عندي كاس ديال ديال العصير البرتقال العصير هنا انا ديرا 200 مليليتر عندي الزيت النباتية 150 مليليتر وعندي السكورساني ده 150 جرام 100 جرام ديال الكوك وبالنسبة للتنسيم انا درت زوج ساشية ديال الزهر سكر من السم بالزهر ممكن تديرو الفاني او لا اينك هكا تبغيو وعندي 250 جرام ديال السميد وزوج خميرة ديال الحلوة او لا تديرو حده ديال 15 جرام بالنسبة للكاس انا ايلا بغيتو تعبرو بالكاس ديرو كاس ديال العصير البرتقال كاس ديال الزيت كاس ديال السكر كاس ديال الكوك ووجوش كاس ديال السميدة ديال الحرشة اللي كتكون شوية غليضة والكاس هاد الكاس هاد ديال الشكولات ديال الدهينة رام معروف بزا في لا بغيتو تعبرو به يعني الناس اللي ما عندهمش الميزان هنف واحد البول كان ديرو السكر اللي من السم بالزهر وكيف ما قلت لكم ممكن ديرو الفاني او لاقشرة ديال البرتقال والبيت كان طربهم واحد شوية وكان زيد عليهم الزيت النباتية 150 ميليليتر او كاس ديال اللي وريت لكم في الول كيكون فيه الشكولات ديال الدهين وكان زيدو عصير البرتقال 150 حتى الميتين ميليليتر كان ضربو واحد شوية ماشي بززاف غي بدرب اليدوي وكان زيدو الكوك الكوك هنكاس بحال اللي عبرت به بعد السوائل غي هو خفيف كي اعطي 100 جرام كان خلطو واحد شوية وكان زيدو السميدة والخميرة ديال الحلوة هنا السميدة كي ما قلت لكم درت 250 جرام تعبرو جوش كيسان ديال هادو اللي وريت لكم في الول دك الكاس ديال الشوكولات جوش كافيا هي هاد الكيكاخس هاد جي جارية حيث السميدة كتشرب ماشي بحال دقيقة الابيض صافي كان خلطو غير علامة تقلط ديك السميدة وما تفقاش كاتبان صافي كيكون الخالط وجد هنا كنشد واحد المول او لسينية كتكون شوية كتكون شوية رقيقة يعني حانية كندهنها بالزيت وكنرشها بسميدة غير انا كندير فيها الورق الزوبدة في القاع باش ما تحيد هاد السينية شوية عندي كتلصق إلا كنت عندكم شي سينية ما كتلصقش ماشي ضروري تديرو ديك ديك الورق الزوبدة انا درتو اللول عاد دهنت نقص عليها في اللول ولا في الأخر يعني عندها تكنيكا ديالها أما هدي ديال السميدة رضغية كتتجمع صافي من اللي كتتيب وكتتحمر كنخرجوها كنكون موجدين السيرو ممكن ديرو السيرو العادي ديال السكر والماء وتعصروا فيه شوية الحامض مع طرفات الحامض وكتغليوه أنا بما أن البسبوسة ديال للمون فاخترت Νديلها أو لأصلا كنديلها هاد السيروم ديما بالعاصر ديال البرتقال كنديل زلافة ديال العاصر underway الليل أوede الليومอน وكنديل زلافة ناقص غير واحد اصبع يعني ماشي بزاف حيتا في الماء كنديل قياسه قياسه beispiel ولكن في العاصر ديال البرتقال أنا كيجيني يعني فيه واحد النسبة ديال الحلوة ديالو لدك شي كان ناقص واحد دوج معلق ديال السكر السيرو سيقوم بضيغلة 10 دقائق ونطفيو عليها مباشرة بعد مكتب بسبوسها محمرة سنقلبها على وجهها وبنسبة للسقيئة إذا كانت البسبوسة سخونة السيرو ضروري يكون بارد وإذا كانت البسبوسة باردة عطيبنا السيرو نخويو عليها سخونة يعني ضروري حاجة تكون سخونة وحاجة أخرى تكون باردة إذا كانت البسبوسة باردة سيرو كيكون سخون أو للعكس نسقيوها مزيان وممكن تقبوها بالموس ولا بالفرشيطة باش تزيد تشرب وأنا زينتها بالكوك والقشور ديال الليمون مع السلين الصراحة كانت جيزوينة بزاف وخفيفة على الكيكة العادية ممكن تسميوها كيكة السميد أو لبسبوسة كيف ما بغيتوا كجيزوينة صراحة نتمنى تجربوها ونتمنى تعجبكم ولا جربتوها صفتو للصور أو لتطبيقات على الأنستغرام أو للفيسبوك غادي نخللكم كيفما العادة الروابط في صندوق الوصف ولا ما اشتركتوش كنتمنى تشتركوا في القناة اللي اعجبكم المحتوى ديالها وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله